سبعون عاماً مرت على إعلان قيام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية حكمتها منذ ذلك الحين عائلة واحدة بدءاً من المؤسس وابنه وصولاً إلى حفيده سبعون عاماً من التوتر والحصار والعزلة والبرامج الصاروخية كيف سيكون عيدها؟ طبعاً الاحتفال بالعيد سيكون بعرض عسكري مهيب تتقدمه صواريخ عابرة للقارات ترعب كل من يفكر بتغيير الحكم في البلاد ربما أيضاً هناك رؤوس نووية تحمل على صواريخ أخرى تهدد قارة أمريكا كيف يمكن الاحتفال من دونها؟ لا بد منها لأن لا شيء يفرح القائد الكوري ويضحك سنه أكثر من تجربة نووية أو صواريخية ناجحة في ذكرى تأسيس دولته توقعاتكم صحيحة لو لأن هذه المصافحة قد حدثت بين زعيمين في سنجافورة في حزيران الماضي دونالد ترامب مع كيم جونغ أون هذه ساحة القائد العسكري القائد المبجل أثناءها كيم إلسونغ التي تحتضن العرض العسكري الأضخم والأروع بالانضباط في العالم ألاف من الجنود يتحركون كجسد واحد انظروا إليهم نفس الحماسي نفس النشاط يتباهى العسكريون بمثل هذا الانضباط انظروا إلى هذه الحركة عندما أوقف الفيديو ترون الإقاع واحد تتبعهم طبعا دبابات مدافع أرضية لدينا أيضا بعض العتاد الخفيف العسكري لكن لا صواريخ قصيرة المدى تهدد الجارة الجنوبية ولا طويلة المدى تهدد جزر الولايات المتحدة هناك ورود وبعض الابتسامات من فرح بالبادرة طبعا هو دونالد ترامب فأمسك بالموبايل وغرد قائلا احتفلت كوريا الشمالية بالذكرى السبعين لتأسيسها بعرض عسكري غير تقليدي للصواريخ النووية كان عرض سلام وتنمية اقتصادية هذا بيان كبير وإيجابي جدا من كوريا الشمالية أشكر الرئيس كيم سنثبت كلانا أن الجميع مخطئون لا يوجد شيء مثل الحوار الجيد بين شخصين مثل بعضهما أفضل بكثير من قبل تولي منصبي أي في أيام أوباما لكن هناك الأمريكان الذين ردوا على رئيسهم يقولون دين عبيد الله يقول الرئيس أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام أما أنت فأدين محاميك الشخصي من محكمة فدرالية هناك التغريدة من شخص يقول الله فرق الجميع هكذا يسمي حسابه هو حظي بعرض عسكري ضخم وأنت تمت إهانتك من مجهول يعمل تحت إدارتك ألا تشعر بالغيرة؟ يخاطب الرئيس دونالد ترامب أما حساب ويتنس يقول العلاقة بين الأشخاص هي أفضل شكل من أشكال الدبلوماسية الفنية في تحقيق السلام هديتك أو موهبتك في النفوذ هي رصيدك رقم واحد عند التعامل مع كم؟ أنت رجل عظيم هو مجرد سوء سيد محمد من المغردين العرب يقول سبحان الله أعجبتني كوريا الشمالية تعمل بنظام كما يعمل النمل تماما وهي الآن قوية جدا ولا يستطيع الغرب أن يقول لها محمر عينك انسوا العرض العسكري تعالوا معي لنرى أضخم عرض فنيا في العالم في ملعب مغطى بعد تدريب لأشهر طويلة تجمع على هذه المدرجة 17 أو 500 ألف شخص ليرسموا صورة عملاقة هائلة من خلال صفحات ملونة مرقمة بالترتيب لتظهر مزيدا من الشعارات وأيضا تمجد القائد المؤسسة والنظام الاشتراقي حضر هذا العرض 150 ألف كوري بالإضافة للرئيس وضيوفه ومسؤولي الدولة اشتركوا في القناة